بالتأكيد أنا أتفق أنه محزن جداً يعني هذه الفرحة أنا علفتي شيك صديق بتركي أنه الفرحة محزنة يعني بمعنى أنه الاتحاد لما كان يفرح هذه الفرحة بكاس آسيا بالدوري بثلاثة مجرد ثلاثة نقاط فهنا المحزن يعني في فريق كبير مثل الاتحاد ولكن الظروف قد تحكم أحياناً وها هي تحكم في مباراة اليوم يعني أنه تكون الفرحة في هذه الصورة هروب من المؤخرة لم تفوز من قرابة ثلاثة شهور وبالتالي يمكن مبررة بعض الشيء مبروك الاتحاد ثلاثة نقاط جداً مهمة أعتقد الاتحاد حيلعب بأكثر راحة في المرات القادمة الاتحاد رغم سوء اللاعبين الأجانب وسوء أشياء كثيرة في الفريق ولكن الضغوطات اللي على الفريق كانت تأثر كثيراً على الفريق في نتائجه الآن سيبدأ يلعب براحة أكثر مبتعد عن الفرق المؤخرة شوي شيئاً فشيئاً فبالنسبة للتعاون يعني التعاون الآن في الفترة الأخيرة في الثلاثة نقاط الأخيرة تقريباً تحول من فريق قوي ووعبع إلى فريق ضعيف بكل أمانة فريق ضعيف ضعيف بمعنى الكلمة في غياب توانبا وميسي الفريق ضعيف يعني ما يوصل للمرمى التعاون اللي يوصل للمرمى كثيراً تجدوا نادر أن يصل للمرمى فريق الوصول إلى مرمى سهل جداً لهذا ليس التعاون لا نعرف الموسم الماضي ولا حتى في بداية الموسم كنا نقول ليس التعاون ولكن كان أقوى من هذا الآن طبعاً بالتأكيد غياب توانبا وميسي بالتأكيد يعني يأثر عليه فريق ولكن ليس إلى هذه الدرجة عموماً لما نتكلم عن الاتحاد أقول جملة في الاتحاد يعني اللي يحدث في الاتحاد في السنوات الأخيرة الاتحاد بحاجة إلى إعادة تصحيح قوية كالتي حدثت في سمعة وتسعين من أسعد عبد الكريم والله أذكره بخير أبو محمد نذكر يسوى في الاتحاد وكيف تحوى الاتحاد من فريق ضعيف إلى بوعبع للفرق السعودية والآسيوية هذه منتنظري أما الحلول هذه اللي بنشوفها والأمور اللي بتصيرها الآن هذه لن تعيد الاتحاد إلى ما كانت عليه كانت فرصة الموسم الماضي لكل الأندية السعودية لتصحيح وضعها كل الأندية السعودية وأنا كنت رئيس نادي الموسم الماضي والحمد لله نجحنا في تصحيح وضع نادي نادي الوحدة من السنوات هو يعني في حالة يرثى لها الاتحاد العام تسجيل الديون والأمور هذه كانت فرصة حقيقية ولكن للأسف لم يستغلوها نتمنى من رجالة الاتحاد التكاتف والعودة القريبون والبعدون يرجعوا بتصحيح قوي للاتحاد وليس التصحيح اللي بنشوفه الآن لأن هذا لن يصلح الاتحاد ولن يدعي الاتحاد لما يريده جمهوره ترجمة نانسي قنقر